أسعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الصاد سنبدأ بمهارة الاستماع وستقم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسمى بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الصاد سوق العصافير ذهب سكر وأصدقاءه لزيارة سوق العصافير شاهدوا قفصا ملونا فيه سقر صغير قال صالح ما أجمل هذا القفص قال سكر هل أصنع لك قفصا كبيرا مثله قال صالح لا يا سكر أنا أحب الحرية فهي ليس لها ثمن النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الصاد وتعبر عن ما تشاهد في هذه اللوحة من صور تحتوي في صوت اسمها على حرف الصاد وتنتقل إلى قصة حرف الصاد بعنوان صبوح الخجول ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة حرف الصاد صبوح الخجول وتأمل الصور الموجودة أمامك من ثم محاولة إعادة سرج هذه القصة برغتك الخاصة ستقوم هنا عزيز المفكر بقراءة كلمات وصور قصة صبوح الخجول التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الصاد ثم ستنتقل إلى مهارة القراءة هنا عزيز المتواصل سيكون عليك القيامة بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الصاد وتمييز صوت حرف الصاد اسم الحرف صاد صوت الحرف س وأيضا عليك نطق حرف الصاد مع المدود القصيرة الفتحة الضمة والكسرة ص ص ص ص ولا تنزى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف الصاد مع المدود الطويلة الألف الواو والياء ص ص ص ص وإيضا عليك أن تضع دائرة حول حرف الصاد بالكلمات المعروضة أمريكا كلمة رصاص يوجد حرف الصاد في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة وهكذا أما هنا عزيز المتواصل الصغير عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقاطع التالية المقطع الأول ص الثاني ب الثالث رو عندما نجمعها سويا تصبح كلمة صابر وأيضا عليك تحليل الكلمة إلى مقاطعه الصوتية ككلمة صوت المقطع الأول صوت الثاني صوت وهكذا وأيضا عليك قراءة بعض الكلمات والجمل المعروضة أمامك ككلمة صحونة وجملة صباح الخير يا صابر وآخر مهمة لك عزيز المهتم في درس حرف الصاد هي مهمة مهارة الكتابة ستقوم بدورك بكتابة حرف الصاد في بداية الكلمة وفي نهاية الكلمة منفصل وأيضا عليك كتابة حرف الصاد مع المدود الطويلة الألف والوا والياء ولا تنسى أن تكتب كلمة صاد هذا كل ما لدينا أحبة الصغار في درس حرف الصاد لهذا الأسبوع وسعدتم أوقاتا